استمرار النجاح ده انت شايفه في الكبير قوي الموسم التامن ده مش رقم قليل والسنة اللي فاتت من حقققين نجاح كبير جدا ورحمة أحمد كانت مكسرة دون استمرار النجاح ده أسراره إيه؟ أسراره في أحمد ميكي الحاحو على أنه يعمل حاجة جديدة طول الوقت يمكن الفريم بتاع المسلسل يبدو أنه هو الناس حفظاه بس هو بيشتغل على السركزم طول الوقت بيشتغل على الكوميديا هي نوع خاص كده من الكوميديا السركزم اللي بتبقى موجودة أنه يبقى في حاجة الناس عارفها كويس جدا فأنا أتريع عليها فالناس تجيب ضحك ده نوع من الكوميديا موجود وحمد ميكي محافظ عليه من ساعة ما بدأ هو وكان معاه السلاسي يعني السلاسي كانوا بيشتغلوا بنفس الطريقة بتاعت السركزم أنه يعمل حاجة لها شكل درامي معين أو فيلم انت عارفه وهو يبدأ يلعب عليه من طريقة فيها سركزم شوية السنة دي الميكي نازل معايا تقريبا نفس الأبطال بس منهم شوية هيبقوا أبطال يعني ضيوف شرف مش هيبقوا موجودين بشكل كبير آه في نجوم كتير مشاركة في الكبير هو جايب حتى أكثر محسني هتلاقيه في الكبير السنة شفت كمان أمينة خليل أنا شفت كذا كذا حاجة النجوم شرف كتير هو بيحافظ زي هو أحمد ربا في السيدكم أنا اشتغلت مع أحمد مثلا في تامر وشوية يعني كتبت مع الورشد تامر وشوية فشفت ميكي وهو بيبتدي لسه هو بيحافظ على فكرة الضيف الشرف دوت لأنه هو مهم جدا في أن المسلسل يعلى يضيف الشرف ميكي بيحافظ على المستوى بتاع الضحكة بتاعه رغم أنه ممكن يبقى فيه أزواق أخدي بقى لك أنه الكوميديا في مصر أو في العالم ترجع لطبيعتك أنت كمتلقي مش كمؤلف أو كممثل هندحك عليه إلا هيدحك مجيز في اللحظة اللي بتفرج عليها دلوقتي متحكش يعني في كم من الأعمال كان بتنزل بتنجح بعد رمضان المود مش تمام فيه ظرف تاريخي حصل فخلى الناس مش حافظة تتوعب طريقة الضحك ديت لكن هو بيعمل اللي عليه أنا بشوفه مخلص جدا والنجاح في إخلاص أحمد ميكي في أنه يعمل مسلسل متكامل الحقيقة أنه هو قادر طول الوقت كل رمضان أنه يجمع الأسرة المصرية أنها تتفرج على الكبير قوي وبيفضل ترند طول رمضان وده إحنا شفناه على مدار المواطن الكبير بينافس رامز مثلا في الوقت صحيح أبكنا مع التوقيت صبعا رامز غول في المشاهدة اللي بينفسه حمد ميكي بالكبير ميكي الوحيد اللي بيقدر نفسه صحيح